الهجوم خير وسيلة للدفاع تحول تكتيكي نعتمده الجيش السعودي في كبح الاعتداءات الحوثية على الحدود السعودية قوات المملكة في تحدي واضح للتضاريس الجغورافية المعقدة هاجمت بشكل مباغت محافظة صعدة اليمنية الحدودية وتم الهجوم عبر منفذ القدراء تحت غيطاء من الغارات الجوية والقصف المدفعي وسيطرت القوات السعودية على عدة مواقع في المحافظة الواقعة شمالي اليمن اهمها منطقة العطيفين وجبل الهشيم وخاضت مواجهات مع مليشيات الحوثي وصالح في مناطق متفرقة في منطقة شدوى الظاهر المحاذيتين للاراضي السعودية وتمركزت القوات البرية السعودية في مرتفعات قمم جبل الفرع وسيطرت على جبل طور الهشيم وقرية الفرع التابعة لمحافظة صعدة وتهدف الرياض للقضاء على مصادر النيران الحوثية واجهاض تمركزهم في المواقع القريبة من الحدود السعودية والعمل على منعهم من الاقتراب منها ويمثل ضرب المعقل الرئيسي للحوثين صدمة معنوية كبيرة سيكون لها آثر كبير على سير المعارك في مختلف مناطق المواجهات السعودية أكدت أنها تواجه التكتيك الكلاسيكي للمليشيات الحوثية الذي يعتمد على إشغال الدفاعات الأرضية بنيران غير مباشرة مثل أسلحة الهون والكاتيوشة وغيرها إضافة لوجود قوات حارس جمهورية مدربة ولديها خبرات قتالية تابعة للصالح على الحدود وليست ميليشيات الرياض شددت على أنه ليس لها أي أطماع في اليمن وأنه في حال زوال الخطر الحوثي سوف تعد قواتها لمواقعها كما راجت أنباء عن وصول عدد من مروحيات أباتشي تابعة للتحالف العربي إلى مطار صافر شرقي محافظة مأرم للمشاركة في المعارك ضد الحوثيين ويبدو أن أحدى أبرز الخيارات المطروحة للتحرك البري المقبل للقوات التي وصلت إلى مأرب وسط اليمن هو أن تتجه شمالا لسيطرة على الجوف الحدودية أيضا ومن ثم تقف على المدخل الشرقي المحافظة صعدة في الوقت ذاتي وصلت قوة عسكرية سعودية إلى مطار عدن دولي تضم عشرات العسكريين مدعومين بآليات عسكرية من ضمنها كسحة ألغام في سياق المشاركة في تثبيت الأمن في المدينة بعد شهر على تحريرها من قبضة الحوثيين ولكسحة الألغام فاعلية كبيرة في اقتحام مناطق جديدة يحتلها الحوثيون في إطار التدرج نحو تحرير العاصمة صنعاء خصوصا بعد أن نجأت ميليشيات الحوثي بشكل كبير إلى خيار تفخيخ المنافذ والطرق المؤدية إلى شمال البلاد وزرعها بالآلاف من الألغام ترجمة نانسي قنقر شكرا